من هذه الأماكن السياحية الهامة منطقة ديكسام منطقة ديكسام تقع في وسط سقطرة في المرتفعات الوسطى منها وهذه المنطقة تعد من أجمل المناطق في السقطرة طبعا هناك عدة أمور تجعل من تلك المنطقة هامة جدا سياحيا وطبيعيا من هذه الأمور أن تلك المنطقة تحتوي على تنوع حيوي متنوع في النباتات والأشجار الطبيعية وكذلك أيضا تعد موطن لأشجار دم الأخوين الشهيرة التي لا توجد إلا في سقطرة فهذه المنطقة تحوي على العديد من أشجار دم الأخوين وتراها متوفرة في كل أرجاء المنطقة من ضمن ميزات هذه المنطقة أيضا أنه يوجد بها أشجار تبقى مخضرة طوال السنة فحتى لو حصل هناك كحط وتأخرت الأمطار يلاحظ الزائر لتلك المنطقة أنها لم تتأثر بذلك الكحط وذلك الجذب لوجود هذه الأشجار التي تبقى مخضرة طوال العام ولا تسقط أوراقها من تلك الأشجار شجرة مدهن وكذلك شجرة بطعين وشجرة عبب وما إلى ذلك من الأشجار التي تبقى مخضرة دائما وتعطي جمال رائع لتلك المنطقة بالإضافة إلى أن أجواء تلك المنطقة تكون ملائمة جدا طوال السنة وتكون أجواءها مائلة إلى البرودة فهي أجواء منعشة ورائعة جدا تبعث على الحب والحنانة تلك المنطقة والاشتياق إلى زيارتها ولا سيمة في فصل الخريف طبعا فصل الخريف الذي يبدأ من نهاية مايو وينتهي أيضا نهاية أغسطس هذا الفصل أغلب مناطق سقطرة تضربها الرياح العاتية التي تمر بهذا الموسم لكن في منطقة ديكسام الأجواء فيها تختلف تماما تكون فيها الأجواء مغطاة بالسحب الكثيفة التي تطع الأرض حتى لا يستطيع الرأي أن يرى الذي أمامه وكذلك أيضا في ذلك الفصل تكون الأجواء منطرة ومنعشة جدا وهذه الأمور كلها تجعل من تلك المنطقة منطقة جميلة جدا وفيها جدب سياحي وأمور تجعل الزائر يستمتع في تلك المنطقة كذلك أيضا من الأمور الهامة في تلك المنطقة وجود بعض الأودية التي تسيل طوال العام وتكون ملائمة للاستراحات والرحلات والتخيم في تلك المنطقة منها وادي زيرج الشهير الذي تكثر فيه الرحلات لا سيمة في ذلك الفصل الذي ذكرناه سابقا والتي تكون الأجواء غير ملائمة وخاصة في المناطق الساحلية الشمالية والتي فيها أغلب سكان سقطرة ومدن سقطرة ومنها العاصمة حديبهم